سيدك اترى الفري ليفنج اميبا طبعا هم كثير جدا يعني هي مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة هم كثير ولكن انت عليك اثنين الباقيين هننزلهم في التسجيلات القصيرة بتاعت شوية اني بيهات كده بس عشان امسكيو فعندك في حاجة اسمها نجلاريا فولوري وحاجة اسمها اكنثاميبة ومشهورة جدا خلاص طيب ايه بقى النجلاريا والاكنثاميبة اول هام انت عايز تقارن المورفولوجيا او اللايف سايكل احنا اتفقنا ان اللايف سايكل عبارة عن ان فيه في الانفيرومنت هي السيست اهي وبعدين تديك التروفوزيت والتروفوزيت دوت هو اللي بيشتغل ويعمل باثوجينسيز عشان يعملك دزيز لكن لما بيتشارجد انفيرومنت تاني بيروح كاين بتحول الى سيست هي دي اللايف سايكل بتاعتك فدايما لما اجاتكلم هو مين الباثوجينج اه او اللي اعملك الدزيز هو الاميبك فورم طيب مين الدياجنوستيك ستيج الاتنيين يعي دايما في اي حاجة اقولك مين الدياجنوستيك ستيج تقولي الاتنيين هلاقي دا في التیشوو وهلاقي دوت thousand zł تمام طيب ماشى ومين الانفكتف استيج wildlife لاا انفكتف استيج حاجة واحدة الانفكتف استيج İ steht بس دي كده هي اللي تعد تمام كده طيب تعال نشوف ايه المرفولوجيا بتاعتك في الفريليفنج اميبة الفريليفنج اميبة عندك في اول حاجة التروفوزويت بتاعها التروفوزويت الوضع بتاعه التروفوزويت فيه فيه اميبيك فورم اللي هو ده وفيه فلاجلية فورم يعني عندها فلاجل يعني لما تيجي ترسمها تروح جاي رسم كده وبعدين تروح عامل ايه 2 فلاجلة وفيها جوه single nucleus تمام الاميوك فورما حجمه 22 في 7 برود انتيريور زي ما انت شايف وتابارنج بوستيريور يعني شايف انتيريور برود وبوستيريور تابارنج بعدين النيوكليس بتاعته النيوكليس كلها هي نفس الوصف يعني الوصف ده بتاع النيوكليس هو اللي بتوصف هي ايه شكلها يعني النيوكليس النيوكليس تبصت لها فيها central karyosome يعني المنزر بتاعها عامل كده وبعدين في جوه بالمنزر ده لكن امالي يعني ايه كروماتين لا البريفرال كروماتين كنت بتلاقي عامل كده وطلع حاجات كده كده وكده اللي هي زي النيوكليس بتاعة الاميبة اللي احنا شفناها تمام كده طيب بعدين يبقى انا عندي الاميبك فورما بتاع النجلاريا 22 في 7 برود انتيريور تابرينجي بوستيريور والنيوكليس النيوكليس بتاعتها central karyosome انه بريفرال كروماتين طيب قمالي هي نفسها شكلها بس شكلها وليها اتنين انتيريور فلاجل يبقى اصبح النجلاريا عندك منها شكلين شكل اميبك وشكل فلاجليتد ركز عشان تن عارف العنوان بس الواحده مهم ان انت عارف انها فيها اميبك وفيها فلاجليتد اما الاكنثاميبة حجمها كبير 30 مايكرون وليها زي ما انت شايف اللي هي ده كده اسمو تمام بتتحرك زي زي والله هي وفيها ونوب خلاص كده طيب هنا هي نفسها هنا هي نفسها في اي حد بعدين اذا كترة بيقول لكي بقى السيست السيست بتاعها تمانية مايكرون بتبقى خلاص طيب ماشي وبتاعة الاميبك بتاعة الاكنثاميبة حجمها كبير برضو 15 وبرضو نفس القصة والوصف بتاع النيوكليس هو واحد المودة في انفكشن اللي اتنين موجودين في المية فهيجيلك الانفكشن سواء سويمينج انواتر كنتاميناتد وز ايه السيست ولا ترفوزويت لا طبعا احنا قلين ان السيست هي فقط اللي موجودة في الانفيرومنت عشان كده السيست هي بس اللي ينفع تقول عليها انفكتيف ستيتش لو انت بتتكلم على انفكتيف ستيتش لا ما ينفعش يتلغر على السيست تمام كده طيب ايربورن ايربورن بقى اللي انت انت ماشي عارفوا انت ماشي على حمام السباحة كده بتلاقي الدنيا ردبا كده والرزاص بتاع حمام السباحة رايح جاي حواليك فممكن يعمل لك انفكشن تمام وهتعرف اصلا يعني الموضوع دوت اصلا مشكلة كبيرة جدا وهتعرفها في الرمض خاصة لما نيجي كمان شوي طيب بعدين الباثوجينيسيز الباثوجينيسيز بتاعة النجلاريا بتعمل لك اكيوت اكيوت برايمري اميبك مننجايتس طيب وبتاعة الكورونيك او بتاعة الاكنثاميبة الاكنثاميبة بتعمل لك كورونيك جرانيولوميتس اميبك انكيفاليتس يبقى عندك ده اختصار معناه جرانيولوميتس اميبك انكيفاليتس والتاني اختصار معناه برايمري اميبك ملينجو انكيفاليتس او ملينجايتس طيب الباثوجينيسيز بتاعتهم ازاي عندك بتاعة النجلاريا إن السيست بتخش إنترانيزل توصل للألفاكتوري نيرف وإنت عارف الألفاكتوري نيرف كان ماشي إزاي هيطلع البرين هون الألفاكتوري نيرف كان منظر عاملت كده فاكر وده كان فيه بلب كده وده الألفاكتوري نيرف هيطلع من المناخير إلى البرين ومن البرين يعمل لك منينجو إنكفاليتس طيب مش يا دوك وبتاعة الأكنثاميبة الأكنثاميبة دي اللي أنا بشوفها كتير جدا 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 دي بتعمليه بتخش من الأبر رسبيراتور إتراكت أو اللي سكن أو حتى الآي وبتعمل لك كورنيا الألثر من أسوأ الحالات بتاعة الكورنيا الألثر اللي بنشوفها هي بتاعة الأكنثاميبة وبتريزيست التريتمينت والله حرفيا بلها مبلغة لسه قفل تليفون مع واحد دلوقتي حصله الأكنثاميبة أكنثاميبة كورنيا الألثر وعملين نشوفها نعالجه إزاي لو وصلت للبرين هتعمل لك جرانيولومة عشان كده سمناها إيه سمناها جرانيولوميتس أميبك إنكيفاليتس طيب كلينيكالي كلينيكالي الإنكيوبشن بريود بتاعة الأكيوت أكيت شورت فروم دايس تو ويكس أما بتاعة الكورنيك لونج فروم ويكس تو منس يبقى دي دايس تو ويك ودي ويكس تو منس تمام اللي اتنين هيعملوا أو مش اللي اتنين بقى دي الأول هتعمل رينيتس وثور ثروت عشان بتيجي أبر رسبيراتوركت وعلى فكرة الاتنين بيعملوا الكلام ده والاتنين معاهم increase في الانترا كرينيال تنشن ليه؟ لإن إحنا متفقين إن أي حاجة تيجي في البرين بتعمل increase في الانترا كرينيال تنشن عايز نرجعها أفكرك بص إحنا كنا بنقول إن أي حاجة تيجي في البرين هترفع الضغط بتاع المخ فتعمل لك increase في الانترا كرينيال تنشن وقالين في المايكرو إن إن كريز في الانترا كرينيال تنشن معناها ثلاث أعراض ما ينفعش تنسون في حياتك أنت كدكتور وروح نجاين رسمين الرسمة دي لو تفتكر إيه الرسمة؟ إن الشخص دوت عنده هدك عنده هدك ده أهم حاجة عنده blaring of vision لإن CSF ضغط على optic nerve تمام؟ فعنده blaring of vision وآخرا عنده projectile vomiting projectile vomiting دول كده هم الثلاث أعراض blaring of vision والheadic والprojectile vomiting هم دول الثلاث أعراض بتوع increase في الانترا كرينيال تنشن دائما increase intra cranial tension فأي حاجة هتكتب ثلاثة دول طب هو إيه اللي بيعلل الانترا كرينيال تنشن أي حاجة تيجي في الbrain أي حاجة تيجي في الbrain هتعليلك الانترا كرينيال تنشن يعني hemorrhage infection encephalitis meningitis trauma concussion tumor أي حاجة جبتي فيها كلمة brain خلاص هترفع لك الانترا كرينيال تنشن طيب الدياجنوز الدياجنوز الاتنين زي بعض الاتنين زي بعض مش محتاجة حوار يعني فهو بيقول لك الاتنين هنعمل CSF examination toxic load البكتيري الاتنين هتعمل stand smear with gra هتحط هتزرع على semi solid media بتعمل confirmatory test ان انت بتحط CSF وتحط على نقطة مية كأنك بتقول له يا CSF تخيل ان انت تخيل ان انت بقيت موجود في المي فاكيد التروفوزويد هيتحول الى cyst فتبقى انت تفرجت على life cycle بسيرولوجي الايزا السيرولوجي الايزا و اميونو فلورسنت تكنيك باك و بي سي ار بعدين علاج النجلاريا انفوتريسين بي طبعا برضو هو انفوتريسين بي دي كويس يعني انها تتعالج شوية ميكونازول الاتنين انتفنجل وبنستخدمهم لنجلاريا ريفامبسين اورالي خلاص وانت طبعا فاكر الريفامبسين ده كان علاج المنينجايتس او كيموبروفلاكسس بتاعت المنينجايتس في حالة النياسيري خي الجرانيولوميتاس امبك انكفالايتس مالوش علاج هما بيحاولوا مثلا مع الصلف الاوكولار ليجان برضو نفس القص الرجل اللي مكلمني قلته نفس الكلام بص هنحاول و هنعود نديك فأطراتنا سبيسيفك و هنحاول مش عارف نعمل لك تكنيج كده شبه بتاع الكروسلينكينج او تدعم القرانية هنقعد نلعب كتير و في الآخر الرجل هيحتاج كورنيا الترانسبلانتشن عشان كده قلتلك من أرخم المشاكل اللي بتقابلنا فيه العيون والقرانية خلاص يبقى انت عندك كده تعالى كده تاني بسرعة نشوف احنا كنا من قول احنا قلنا ان انت عندك في حاجة اسمها نجلاريا فولوري واكان ثاميبة النجلاريا التروفوزيت بتاعها بيبقى اميبك فورم وفلاجليتة فورم اما الاكان ثاميبة مفيش غير اميبك فورم بس الاثنين عندهم سست دايما الاكان ثاميبة اسم كبير ودايما الصغيس كبير فالسست بتاعتها كبيرة شوية وعندها رينكل دابل وول مشي الاثنين الموده في انفكشن ان السست تتقابلك في الماء فدايما الشخص اللي جاي لك بانفكشن ده او ده فانت هتعرف ان هو كان بيعوم في الترعة او بيعوم في مياه مش نظيفة تمام طبعا الاكان ثاميبة برضو يعني الاكان ثاميبة بتاعت العيون لانا كل شو عامل لك عين 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 فدوة واحدة بتلبس فالواحدة بتلبس تمام وبرضو اتلوست بمياه مش نظيفة او حطتها افسال برضو متعكر او في حاجة مش نظيفة المهم انه او حطت مياه او خلافه فبرضو نفس القصة ممكن تؤدي معها لأوكولر ليجن يحتاج زرعة كرانية كورنيال ترانس بلانتيشن تمام كم طيب بعدين النجلاريا بتعملك اكيوت برايمر اميبك من انجو انكفاليتس والاكان ثاميبة كرونيك جرانيولوم التساميبك انكفاليتس و كورنيال الارسر تمام كلينيكالي القصة بس في الانكيوبيشن بريود اكيد الاكيوت هتبقى دايس تو ويكس والكرونيك ويكس تو منصيز بتاخد مدة اطول اللي اتنين بيعملوا مشاكل في البرين والاتنين هيعملوا انكريس في الانترا كلينيال تنشن التشخيص بتاعهم هنعمل دياجنوزيس للسي اس اف وهنسبغ بجمسة وهنزرع على سيمي صوليد دايما ميديا بتبقى سيد عشان بتبلع الاي كولاي وكالتشر بتبقى سيمي صوليد ونحط كونفيرماتوري تيست هنحط مية على العينة فنلاقى الترفوزي تتحول لسيست وسيرولوجي إليزا وإميون فلورسين تكنيك وبعدين العلاج بتاعنا زي ما قلت لك كله زي وميكونازول وريفام بسين اورالي ده في الاكنسامية بقى بقى علاج وما بيجيبش نتيجة خلاص وفي النهاية هيبقى الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها نقول لك الكرانية بتاعتك بوزت وهنزرع على الكرانيش